السيدات والسادة، لقد شملت الشراكة الاستراجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغزائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسلم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاتثمار الأبرز للاقتصاد المصري وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للسيدة الرئيسة المفوضية على ما تقبي من جهد لتفعيل مصار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقاتنا الثنائية لا سيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي السيدات والسادة يأتي انعقاد مؤتمر للإستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بزلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنصيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن لاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي